خوفا من الطائرة لاعب عربي يمتنى عن تمثيل منتخب بلاده رغم أفضليته على بقية زملائه والأولمبي نجح في المهمة السهلة وغير الأولمبياد ما منرضاه وتوقعات بمهمة جديدة لحمد حلقة جديدة من قريبتا خليكم معنا بالبداية خلينا نبارك للمنتخب الأولمبي وصول المرة السادسة في تاريخه لأنهيات كأس أسيا والحلو بالموضوع أيضا أنه منتخبنا بعمره ما غاب عن نهايات الأسوية هو وعدة منتخبات أخرى والإنجاز الأبرز كان في العام 2014 والمركز الثالث منتخب يقوله المدرب عبدالله أبو زمي عبدوم لعيبة ما شاء الله عندك من الحالة للدفاع للوسط للهجوم كلهم فعليا نجوم أسماء تقيلة لو تخطى بالمنتخب الأول ممكن يكون نفس الإشي وأفضل لعيبة صفات المرتبين بس حتى يكونوا عارفين أنه لغاية اللحظة ما عملوا ولا إنجاز المتخب يضم الحارس المميز أحمد الجعيدي ومدافعين زي دانيال عفانة وعرفات الحاجة ولعيبة وسط عمر صلاح ووسي مريالات وهجوم زي أمين الشنانة مهندب طاها والسيف درويف ورزق بني هاني والعديد العديد للأسماع مطلوب منهم كثير بكأس أسيا النافس على البطولة يا ريت والله بس إذا تمكنوا اللعيبة من خطف بطاقة أهلية للأنبياد وهذا هو المطلوب هون رح يكون أفضل جيل للكرة الأردنية ورح يكتبوا اسماؤهم من ذهب في لقبتين من المباراة الأخيرة للمتخب الوطني مع سوريا عجبوني واحدة بيلتها الكاميرات وهي الإعناق الحار بين أبو زمع والشنانة والثانية للي ما انتبهها التلفزيون ما انتبه لها زي ما احنا حضرناها الملعب وشفناها وهي الرقابة الاسيقة والقوية اللي فرضها درويش على أهم لاعب للمتخب السوري رقم عشرة محمد ريحاني سألت سيف بعد المباراة رحت اللوع على الغرفة بين الشطين ولا كيف أنا شفت بعيون اللاعب السوري الفرحة بعد ما تندردين سيف الدرويش في آخر دقائق المباراة المهاجم الفلسطيني شاب القبر واللي بنعرفه كلنا أكثر لما لعب مالوحدات الموسم الماضي نعرف انه هو من أحسن لعبة فلسطين وهداف الدوري بالمواسم الماضي بسئله السين ما بمثل منتخب بلاده يا ترى ليش القنبر مثل منتخب بلاده مرات قسيرة جدا ومنها في 2018 لما لعب مع فلسطين بدورة الألعاب الأسوية اللي كانت في أدوليسيا وسجل هدف بمر ملاوس في دور المجموعات يعني أموره تمام لحد هون القصة وين بلشها بإحدى المعسكرات مع فريق وجبل مكبر بأنطاليا وهم بالطيارة راجعين صار في مطبات هوائية وهون الكابتن شاب وبسبب فوبيا من الطائرة والمرتفعات بحسب مقربين منه أصابوا الهلع والخوف زي ما أصاب البقية بس شوي زيادة عند القنبر لحد ما وصلوا بالسلامة وبعدها زي ما تقول حكا شاب هاي أنا وهي أنت إذا بركب بالطيارة مرة ثانية واللعب مع المنتخب بيخلي الواحد يضطر يسافر كثير مرة من مرات رفض عرض مميز من فريق عراقي لأنه بيشارك بفطورة خارجية إضافة لربده لعروض أخرى من مصر وقطر ولكويت لسبب نفسه وهو خوف من الطيارة بس يترى في ظل حاجة المنتخب الفلسطيني اللي هو بنهيات كأس آسة بداية السنة الجاي في قطر كيف ممكن يلعب مع المنتخب طبعا إذا بده ممكن يروح من فلسطين للأردن للسعودية لقطر برد طيب يا مهند ليش حكيت هالقصة تحديدا هذا الأسبوع لأن القنبر مع طريقه المكبر رح يلعبوا أول مبراء لهم بكأس الاتحاد الآسوي الأسبوع الجاي على ملعب الزرقة مع الفتوى السوري بس الطريق بين فلسطين والأردن ما بتحتاج طيارة والكابتل الشاب رح نورنا من جديد هون ولي بيحكي ليش ما حكيت عن المنتخب الأول والخسارة جديدة مع عذربيجان احضر حلقة الماضية وشوف على مين حطيت الحق وبنطبق الكلام على المباراة الثانية وشوي أيضا بتحمل المسؤولية المدرب لحسين عموتة اللي لسه جديد علينا وصعب نحمله كامل المسؤولية في حديث المصادر من داخل الاتحاد ولا أستغرب إن حصلت هو تعيين الاتحاد الفترة الجاي للمدرب السابق العرافي عدنان حمد مديرا ومستشارا فنيا لاتحاد من استبعاده مؤخرا والله أعلم وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن كم هدف سجل الشهاب القنبر مع الوحدات سواء بضول الدول المحترفين أو كأس الأردن الموسم الماضي اتركوا إجابتكم بالتعليقات وقبل الختام احكوا لنا كيف شايفين التغييرات على الحلقات الماضية إن شاء الله أحلى وطبعا لا تنسوا تتابع شوكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي لايك على فتس بوك فنو على انستجرام سبسكرايب على يوتيوب واستنونا في الحلقة الجاية معي أنا مهاند ويلس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة